وشاف عصام كاريكا اللي قال انه هو زمال كاو مهم جدا وانا عصدي ان انا اسأل هذا السؤال انه مهم جدا الفترة دي مهم جدا 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 ان احنا نتقارب دائما نتقارب بروح النادي الاهلي وبعائلة النادي الاهلي وباخلاق النادي الاهلي بيجي لنا ضيوف كتير يلعبوا معنا فنانين كان قبل كده محمد فؤاد بيجي لعب بيوسف الشريف الممثل بيجي لعب معنا كاريكا ييجي فاي واحد يخش النادي الاهلي طبعا بنرحب به جدا وبيخش وسطنا ويبقى صديق وبعد كده يخرج معنا لو هم خارجين يتعشوا في حتة يروح فده النادي الاهلي طبعا بصرف النظر بقى اذا كان اسمع اللاوي اذا ملكاوي جوه النادي كده يعني محدش بيحس انه جاي غريب على النادي على طول يخش معنا ويندمج ويخش معنا قلت اللي بسو يعد معنا في الجنينة وبعدين ينزل يلعب ونتحك ونهزر ويجي تاني يبقى مبسوط كاريكا من الناس اللي بتيجي حتة التعصب انت عارف دايما اللعيبة العلاقة بينهم كويسة في كل الاندية وبعد كده بيروح المنتخب ويجمعوا سواء بقى منتخب شباب اولمبي بعد كده منتخب لان احنا نوصل للناس لان دي رسالة او هو ده الدرس ان احنا نوصل للناس ان احنا نوصل للناس ان ما فيش مشكلة جماعة ما بين اللاعبين احنا عايزين الجمهور يرجع الملعب مرة اخرى بما اننا عدنا حاجات كتيرة جدا فعايزين الجمهور يرجع للملعب مرة أخرى جمهور النادي الأهلي هو ظهر النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي هو العامل الرئيسي والأساسي في كل بطولات النادي الأهلي وبالتالي لو كان موجود جمهور النادي الأهلي اعتقد النادي الأهلي هتفعل كتير وهقولك على حاجة ومش غلط التحفيل على بعض تهريج وضحك وصحابه ويهزاره ونكت وطريقة زي ما انت عايز بس اوعى تقرب من حتة انك تفقد الاحترام للأخ ودي دايما بننادي بيها انك اه نهزر وندحك وانبارح الزي ما يقوله على الأهلي ونهارده الأهلي ما يقوله على الزمالي كل ده عادي جدا ودلوقتي بقى يعني السوشيل ميديا بقى تدي فرصة ان الجمهور حيشوفه بعض فين صح ما بقاش فيه مكان يعفل كافيهاتي على السوشيل ميديا ما بقاش فيه حتى المدرجات بقيت فاضية فمش غلط ان احنا نهزر وندحك لأن ده الطريقة تغيرت كان من زمان كده على فكرة انما العلاقة بين اللعيبة وبعضها علاقة هيلة وقد تصل الى هسرية طبعا وبيبقوا صحاب وبيزوروا بعض وبيبقوا كمان عائليا بتلاقيهم قريبين من بعض فدائما بالنادي بنقول لهم يعني ايه انبستوا وهزروا وحفلوا على بعض اوكي بس في اطار الاحترام تمام اخذ حضرك مرة تانية نرجع مرة تانية للاول